اهلا بكم مرة تانية مش هطول بقى في المقدمة وكده كده ضفنا يعني غاني عن التعريف واشهر من نارة على العالم كابتن محمد حشيش نجم النادي الاهل السابق اللي بيسعدنا دايما موجود معنا صباح العالم صباحا كل اكل جزائي ازاي حضرتك اخبارك الحمد لله تمام انا قلت تدخل على طول بقى عشان ايه عشان افزاو ايه مضيعش وقت كتير صح كل حل الحمد لله تمام يا رب دايما احسن حال احنا النهاردة ان شاء الله عندنا ماتش مهم والناس كتير جدا عادة مترقبة وتشوف يا ترى حيحصل في ايه بس انا عايز اتكلم محددك عموما قبل ما ندخل بقى في تباصيل الماتش نتكلم يعني انت شايف الاهل يماشي عموما ازاي في الفترة الاخيرة احنا شوفنا فوزين بربعية في الدوري وشوفنا في ماتش الهلال ولا كان المريخ المريخ عاد دايق يعني كان مشت الحمد لله لنا هنا برضو وقفة بالمناسبة طبعا فالاهل ماشي ازاي في الفترة الاخيرة في رأيك بص هو الاهل عموما ماشي كويس سواء في البطولة المحلية والافريقية لو هنتكلم على البطولة المحلية ما شاء الله ماشي كويس بخطة كويسة مقدم اداء كويس اذكور عالي في المباريات يمكن هو اكتر فرقة في الدوري محرزة اهداف عامل اداء على المستوى الجماعي والفردي للعيبة كويس لو هنخش على البطولة الافريقية برضو يعني ماشي كويس لغاية دلوقتي معودنا يعني دي مش جديدة عن نادي الاهلي في دوري المجموعات الافريقي بيبقى فيه تعصر شوية في البدايات انما النادي الاهلي احنا عندنا طبعا ثقة فيه كبيرة جدا وفي الفريق وفي الجهاز ان هو يقدر ان شاء الله يتأهل وعنده مبارتين طبعا غير ساندونز عنده مبارتين اللي هي المريخ والهلال على ارضه يقدر ان شاء الله يعدي يعني طب تعال بقى نروح لماتشي النهاردة وبطبيعة الحال يعني المنافسة هتكون على اشدها على الصدارة طبعا هم فارقين يعني البرامد فارق عننا ببط واحد بس وهم بس هم لعبين مباراة كمان ازياد زياد فبرضو توقعاتك ايه بالنسبة لماتشي النهاردة بص هي مباراة صعبة محطة من المحطات القوية في بطولة الدوري بيبقى فيه دايما خلال الدوري كده فيه محطات بتبقى صعبة وبتأثر على المشوار بعد كده الصعبة جاية من ايه من قوة الخصم من قوة ولا لان دايما فيه مش عايز اقولها اساسية دايما لقاءات بيرامدس مع النادي الاهلي لها خصوصية تعالى نسميها في ناس بتبقاعدة كده ايه عينها بتروح لأمور معينة وفي بعض الاحيان ريأكشنات معينة للعيبة معينة احنا طبعا مش يعني احنا نتكلم بصراحة من اول ما بيرامدس طبعا كان وافد جديد على بطولة الدوري بيضم اسماء كبيرة متشاطه دايما بتبقى حساسها مع النادي الاهلي وخصوصا في الفترة الكبيرة كان حصل لعيبة من النادي الاهلي ولعيبة كبار ونجوم راحوا بيرامدس وحصل بموجة بجدل كبير بالزبط كده حصل كلامه هات وخدو كده بيرامدس بيضم عناصر كبيرة نتيجة الامكانيات الكويسة بتاعت النادي فبيضم عناصر محلية قوية ومحترفين بيجيبهم على مستوى عالي دايما بيجيب مدربين متميزين واخيرهم طبعا اهاف جلال من المدربين المحترمين جدا في بطولة الدوري يعامل نتاج كويسة في الاندية الراحة الموتشات دايما بتبقى من هنا بتاخد طابع الحساسية شوية والقوة طب ده ماين ما بيشكلش ضغط الماء على اللعيبة ما بيشكلش او ما بيخلهمش متحفزين زيادة او متربسين زيادة يعني فقصد بيبقالها كيف تنعكسات عليهم؟ طبعا لان هم عارفين اهمية المباراة واهمية المكسب على تحديدا فرقة برامد سيبك بقى من الوضع اللي احنا فيه حاليا دلوقتي ان يمكن برامد السين اللي فات ما كانتش في المنافسة قوي يعني بيخش ضمن المربع الزيادة الموسم ده بديئين كويس عاملين مستويات كويسة على المستوى المحلي والمستوى الكونفيدرالية ماشيين كويس فيها فمن هنا بيكمن بقى صعوبة المباراة المنافسة محلية وقرية كمان اللي هم ماشيين كويس في الكونفيدرالية والاهلي مشي زي اللي برضو بدوري الأبطال طبعا عندهم كريم طموح كمان لأن فرقة بالإمكانيات الكبيرة دي وباللعيبة الخبرات اللعيبة التقيلة اللعيبة مصنفة بأرقام كبيرة فكل ده الناس بتعتم عليهم يعني طب انتوا ناقص كويه عشان تجيبوا بطولة ناقص كل جمهور طب ما فيه اكتر من نادي في مصر في الأول الأخيرة من غير جماهير مش نادي جماهيري أو شعبي فانتوا ناقص كويه عشان تجيبوا بطولة فهم بيطمحوا للبطولة سواء على مستوى المحلي أو الإفريقي صعوبة المباراة كمان النهاردة أن هي بين مباريات إفريقيا يعني انت لسه لاعب مباراة المريخ وثلاثة أيام وبتلعب النهاردة ان شاء الله بيرامدز وبعد كده مسافر النهاردة بالليل عشان تروح تلعب مع سانداونز المنافس التقليدي معاك في إفريقيا ولنا كلام في الموضوع ده كتير طب احنا فيها احنا فيها صحيح احنا فيها وقصد ما يفعش يتقالي الاسم لا طبعا طبعا سانداونز طبعا فرقة قوية حصل على بطولة إفريقيا قبل كده منافس دايما مع نادي الأهل ودايما بيجي الحظ خلال الفترة اللي فاتت انه لازم يبقى في البطولة سواء معاك في دوري المجموعات او بتقابله في دور من الأدوار قبل النهاية لو بعد وجود كمان فيتسو موسيماني معنا طبعا الموضوع هل فيه قسم مشترك حتى الجماهير الفرقتين الموضوع اختلف صعوبة برضو المباريات بتبقى الاتنين كاشفين بعد قوي طبعا يعني موسيماني حافظهم طبعا هم حافظين النادي الأهلي من تكرار المنافسات او المطشات بينهم ومن اللي موسيماني نفسه قال لهم عليه وقت ما كان هو المدير فاني خبط حماني عن النادي الأهلي طبعا ما تنساش كمان المباراة الاولانية بكسبك على أرضك هنا وانت رح تقابله على أرضه أرضه طبعا يعني بيبقى طبعا صعبة الجمهور والأرض بتلعب مع صحابها ما كنش لها لازمة كابتن حشيش طبعا ما كانش لها لازمة خالص اللي حصل فيها بص دايما لما بتلعب على أرضك يعني إذا ما كسبتش ما تتغلبش عشان تقدر تجمع نقاط وفي نفس الوقت ما تركبش حد عليك يعني انت ما بتبقى فرقة بتلعب فرقة في أرضها وتكسبها على أرضها ورجعلك تاني على أرضك بتبقى الثقة والأداء فبرضو مباراة صعبة جدا مع سانداونز اعتقد ان النادي الأهلي خسارته المطش اللي فات من سانداونز هيخليه نازل متحفزه ونازل مركز عشان يعوض الخسارة بتاعته إنما هنرجع ونقول إن فاضل مبارتين على أرضك مريخ وهلال تكسبهم تعدي إن شاء الله يعني طب ما تيجي نروح للمنتخب ونرجع للأهلي برات أخرى بس طلبة بقى يعني الموضوع اتفتح يعني وطلعنا بر حدود الدوري المحلي لقائي السنغال وكارلوس كيروش في رأيك أو من وجهة نظرك هل يعني حيطعم قوام المنتخب بعناصر جديدة وخصوصا العناصر اللي تقلقت بشكل لافت للأنظار في الفترة الأخيرة زي عبدالقادل وزي كذا حد كذا اسمي يعني ولا مش بالضرورة مش شرط هو طبعا مش بالضرورة يعني هو طبعا الفرقة اللي كانت موجودة في كاس الأمم طبعا فيها عناصر كويسة جدا جدا بس الظروف حطيته بقى في موضع مختلف أو مكان مختلف إن في مراكز لازم يدور برضو على البديل الكف ومنهم طبعا حتة البكرايت لأن انت ما عندكش برضو حتة البكرايت دي صعبة شوية وانت عندك مطشين تقال جدا يأهلوا الكاس عالم وده هدف مصر كلها يعني سيبك بقى من على المستوى الأندية اللي بنتكلم فيها أهلي زمالك بيرامدز الدوري النهاردة لسه الدوري طويل وحيخبطوا في بعض كتير إنما احنا بنتكلم على مباراتين فاصلتين صعوبة المباراتين الأولاني هنا والتاني هناك برضو فلازم تبقى مع يعني كمان بتلعب مع فرقة بتضم لعيبة على مستوى عالي جدا لعبوا كورة حلوة جدا مستوى الجماعة وفردي وجود الثنائي ساد يوماني قدام محمد صلاح دربي خاص بينهم يعني الاثنين فاهمين بعض كواس قوي الاثنين من أحسن لعبت العالم حتى شوية شطات كده كده كانت ملفت أول النظر طبعا 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 كان كمان راح يلعب الباناتين بالضبط كده فهو دي بقى مباراة جانبية بينهم كل واحد أكيد من جواه عايز يثبت جدارته طبعا عايز المنتخب بتاعه يتأهل لكاس العالم لأن برضو لو عايز يرجع للليبرفول ورفع رأسه طبعا يعني المرة اللي فاتت رجعوا والدنيا مشت كده بعد الأمم الإفريقية بس كان لقطة حلوة منه برضو للأمانة من سد يومانيسا تما رفض أي مظاهر الاحتفال احتراما لمشاعر أصلا هو في الأول وفي الآخر يعني زمايل وده مطش وبطولة وعدة الدنيا ما انتهيتش لسه بيتمرنوا مع بعضوا كل يوم بيلعبوا مطشاة عندهم هدف برضو على المستوى الاحتراف الاثنين أن هم الفرقة بتاعتهم برضو تكسب دوري وتكسب بطولة أوروبا فهو كتيبة من المحترفين طبعا طبعا غير بقى عناصر القوة الكلاسيكية اللي طول عبرها موجودة عند الشعب السنغالي حتى بعيدا عن المتخب الأمم مميزين بالياقة وقوة ورشاقة وطول وبعدين دايما المنافسات يعني طول العمر وتاريخ الكورة في إفريقيا بيبقى فيه فرق يعني هي الفرق الأقوى في القارة ودايما المنافسات سواء على مستوى أنديتهم أو المنتخبات بنفسه بعض مصر وسنغال مصر ونجيريا شمال إفريقيا فيه غانا يعني دول معانا كده هي اللي بيبقى فيها دايما اللعبة الكويسة والأسماع الكبيرة والتاريخ الكبير حتى لما بيلعبوا في الدوريات الأوروبية بيبقوا دايما منورين قوي في الدوريات طبعا طبعا بيينين يعني زي ما بنقول مثلا مثلا على الإسماعيل اللي بنتمنى له طبعا أنه هو ربنا يكرمهم بقى موطن الكورة أو اللعب الحلو مثلا في مصر نادي الإسماعيلي وأشبال الإسماعيلي برازيل مصر برازيل مصر زي برضو ما على مستوى إفريقيا غانا برازيل إفريقيا نجيريا السنغال ساحل عاج فيه فرق قديمة موجودة في القارة عندها تاريخ كبير فصعوبة المباراة أنه برضو تاريخ بلعب تاريخ الأهم من كده كمان أنه دايما قيمة اللعبة وبتبصلها وبترفع من أسهمهم قوي هو الوصول لكاس العالم يعني ويمكن صلاح تفري معاه قوي حتى تنوصل المنتخب يعني وصل المنتخب بتاعنا لنهائي أمم إفريقيا وإن شاء الله يوصلنا لكاس العالم ويلعب في كاس العالم دي تتحسب له وياخد بيها درجات تؤهله أنه هو طبعا إن شاء الله بإذن الله بقى حسن لعب في العالم ياخدها هياخد الجايزة يعني إن شاء الله طيب على ذكر بقى المحترفين واللعيبة الدوليين البعض من الناس بيرى إن بتكلم بقى لعيبتنا إحنا الدوليين تمام إن من وجهة نظرهم إن كل بدون استثناء كل من هو لعب مصري دولي وهو بيلعب مع فرقته اللي هو محترف فيها في الدوري الأجنابي اللي هو محترف فيه يبقى أحسن بيبقى بيولى عندنا وبييجي عندنا ما بيبقاش بنفس القدر من الكفاءة ولا نفس القدر من العطاء الكلام عن كل بدون استثناء بما فيهم محمد صلاح شخصيا بص أنا ما أعتقدش لأن يعني زي ما لسه بكلمك بقولك إن صلاح يفرق معاقا وإن الفرقة تتأهل وتلعب كاس عالم ويلعب في المنديال الجديد دي حاجة بتتحسبلي وبتزود من قيمته وقدمش بالضرورة يكون تأثير منهم هم ممكن يبقى لغياب هارموني ما مطلوبة ما بينهم ومبين بقيت اللعب وارد يا كريم لأن انت برضو اللعيبة دي بتتمرر مع فرقها بطولات سواء دوري وكاس طبعا ففيه انسجام وفيه تجانس المنتخب مهما تجمع بيتجمع على فترات ويمكن احنا بالتحديد الفترات اللي فاتت كان فيه شوية قلق في العالم كله من ناحية كورونا وكان صعب الناس بتيجي وبتروح فكان التجمعات قليلة جدا ولو جمعوا هيتجمعوا مثلا ايه اربع تيام او اسبوع معسكر بتبقى العملية برضو ايه صعبة مش زي انا بنزل يعني مثلا لو شفنا مثلا لعبة النادي الاهلي افشا وعمر السليا برضو في النادي الاهلي في وسط فرقته غير برضو ما بيروح المنتخب اه بيروح بيتقلقوا كل حاجة بس مش بنفس الاريحية في فرقته بس شفنا شفنا شغل عالي في كودو بوار مثلا ماتش كودو بوار المتشاط الأخيرة هم غيروا الصورة خالص الصورة للأسف اللي بدأنا بيها البطولة ومباراة ناجيريا اول مباراة ودت الناس في حتة بعيدة خالص يعني اكدت الكلام ودت البلد كلها يعني لسينا بقى المنتخب بلعبته وركزنا بكيروش بس وقتها وإيه اللي هو بيعمله ده وإيه التبديلات دي وإيه التمركزات اللي غعجيبة يعني فعلا انت كنت رايح بطولة الأمة الأفريقية انا بكلم كجمهور بقى يعني وراء فرقته الآن من النتائج ومن برضو الوضع بتاع كاس العرب مليون في المية والتبديل والتوافيق والحاجات اللي اختلفت وبنشوف لعيب كويس ومطش ماش موجود هي تسدي نفس الشعب كمين خالص لعيبة ظهرت كمان بمستوى كويس فوجئنا ان هم مش موجودين في المتخب في أمم أفريقيا فانت رايح وانت ألآن فلما تيجي كمان البداية مع ناجيريا ومطش مش خسارة يعني ده خسارة في كل حاجة خسارة نفسية وأداء ونتيجة وكل حاجة فعملت عملية إحباط للجمهور وأكدت معتقدات الجمهور بالنسبة لكيروش والمنتخب خلينا بقى في حالة الإحباط دي هنبدأ المحباطين كده أنا وأنت كابتن سواني بس نطلع يعني فاصل ونرجع إن شاء الله نطلع من حالة الإحباط إن شاء الله بإذن الله يا أهلا بيكم مرة تانية رجعنا عشان نكمل كلامنا مع كابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي السابق وكنا وقفنا في الكلام عند حالة من الإحباط حنتعدها بقى دلوقتي خلاص ونبش على يعني الأمور المشرقة شوية فيه هدف كبير زي ما قلنا هدف الوصول لكاس العالم حلم الملايين كلها ما تبقى مصر في جلالة قدرها تلات مرات كاس عالم في خلال تاريخها وهي المؤسسة للإتعاد الإفريقي في دول تانية راحت أكتر مننا بكتير الدول العربية يعني بعدنا في الكورة بكتير قوي راحت أكتر من مرة كاس عالم فأنت خلاص دلوقتي حسيت من المرة اللي فاتت انك بقى لأ خلاص لازم يبقى موجود في كاس عالم لازم ما ميجي بقى شهر ستة ده هنقعدوا التلفزيونات والشاشات في الكافيات عشان نتفرق على فرقة مصر فالتركيز كبير وإحنا شفنا يمكن من أربعة أيام كيروش قال للعيبة أنا بطالبكو بالتركيز من دلوقتي لغاية يوم 25 اللي هي المباراة الأولى بتاعت السنغال على ذكر كيروش يعني لو رجعنا بالزمن اللي وورا كده أيام كابتن جوهري وكابتن حسن شحاتة كانت من الأمور اللي دايما بتبقى ملفتها للنظر ان هما الاتنين الحقيقة كانوا بيستعينوا بعناصر خارج بقى إطار الأهل والزمالك طبعا معوجود عناصر مهمة من الفريقين بس أنا أرزي يقولك ان هو كان تعينهم بتروح للعيبة المميزة في فرق تانية غير الأهل والزمالك مهما كان اسم الفريق ده صغير ومهما كان ترتيبه في الدولة ده حاصل إلى حد ما مع كيروس بالزبط كده بالزبط كده شوفنا نوعات لعيبة يعني بنشوف طلاع الجيش منها مهند لاشين شوفنا أكتر من واحد من فيوتشار من كذا من كذا ودي بحد ذاتها برضو دي بتدي طموح لبقية الفرق واللعيبة ان هو يبقى عنده طموح انه يروح منتخب مصر ونبقاش يعني غريبة عليه باختلاف برضو زمان زمان برضو كنت برضو التركيز كان على أهلي وزمالك ما كانش يوم ما يبقى فيه لعيب يبقى يعني حاجة ما حصلتش نعم احنا بنشوف اكتر من من لعيب فاكتر من نادي موجود في المنتخب دي حاجة برضو كويسة لو هنرجع برضو للحتة بتاعت عناصر جديدة في المورال القادمة اعتقد ان ممكن يبقى فيه بكرايت ممكن لازم بقى موجود برضو تحسبا لأي ظرف لأن مطشين وراء بعض على طول مطشين المفروض بتدي عندك كل القوة كل الحماس حيبقى على ضغط عصبي كبير وارد لقدر الأصبات فلازم انت تبقى جاهز لأن مفيش مجال للتعويض طبعا يعني دقيقة بديقة في المباراة 90 دقيقة يعني كذلك برضو اعتقد ان هو ممكن يعني كنا مفتقدين في كاس الأمم عنصر في نص الملعب اللي هو بيعمل الفارق ان هو اللي بيستحوز على الكورة اللي هو اللي بيلعب الناس اللي بيوزع اللي هو يقدر يرقص واحد على واحد ويخلق المساحات لأن اللعب اللي هو الوتوماتيك يمين وشمال واستحواز بس مفيش اختراقات بتلاقي لعيبة متكتلة قدام الـ 18 بتاعها انما اللي بيعمل الفارق ان يكون فيه لعيب زي احمد عبدالقادر كده من النادي الاهلي عنده الحتة دي عنده الحتة دي كويسة قوي انه بيقدر يعدي يا كريم ويخلق مساح فمحتاج انت عنصر زي ده وخد خبرات دلوقتي مع النادي الاهلي ومستوى الحمد لله وصل لمستوى كويس سواء بدني او فني مباراة برضو افريقيا اللي ابتدى يلعبها مع النادي الاهلي بتديه الخبرة الدولية فاعتقد ان انت محتاج واحد زي احمد عبدالقادر احنا محتاجين كل العناصر وكل التكاتف ما بين اعلام والتحاد كورة طبعا وجماهير كل الناس وراء متخب مصر لان انت تخيل انت يعني انا ما اعتقدش لقدر الله لو خرجنا مثلا من التصفيات او ما تأهلناش حد هيبقى له نفسي تفرغ بقى على دوري والدوري يكمل بقى الغد شهر التمانية وتلاقي كاس العالم شغال وانت بتتفرغ على متشاة دوري خير البرطمة بس وقتا بس كتا في يعني وكاس العالم في اخر السنة مش هيبقى 12 شهر 12 به الايه كاس العالم كاس العالم لأ كاس العالم شهر 6 ولا لا ولا بستة ستة كاس العالم ستة متأكد بالحكاية بتهيقلي ان هو في اخر السنة عشان هو هيبقى ممول في قطر عشان الحالة الجوية كمان كان فيه فكرة للقصة دي بس ما عرفش هل حسموها ولا لا هو على حد علمي ان الموضوع اتحسم في الفترة الأخيرة ان هو حد شهر 12 بس كل الحوال يعني ما هو المبدأ واحد بالزبط كده وبعدين يعني انت هتتأهل من شهر مارس وتقعد لغاية شهر 12 مجر يعني برضو ماشي نقعد 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 طبعا لو تأهلنا نقعد أهلني بس ولا هاعد مش حالة بمتضرب صحيح صحيح طيب تعالي منرجع بقى لفيرامز واللقاء النهاردة انا عارف طبعا ان حضارك بشكل عام يعني وشأنك في ذلك شأن كتير حتى من المشجعين بعيدة لكونك كنت لاعب الانسقة في لعبتنا وقدرتهم على التعامل مع كل اشكال الضغوط مهما كانت درجة قوة الفريق المنافس ومع هذا اكيد الامر برضو لا يخلو من بعض انت خوفا لا مليون في المية فيه اولا زي بقولك حساسية اللقاء دايما بيرامز بلعب قدام النادي الاهلي بكل قوته السنادي زي بقولك هو بينافس فمن حقه برضو هو انه هو يكسب النادي الاهلي عشان يفرق عن النادي الاهلي وطموح مشروع وزي بقولك اثبات وجود العناصر الكبيرة اللي موجودة في بيرامز مع طبعا المدرب اللي على المستوى عالي عندهم طموح عندهم مصدر الخطورة موجود في الفرقة عندهم لعيبة عندها خبرات وعندهم لعيبة شبابي يجمعوا بين الشباب والخبرة في كل مركز على الاقل واحد او اثنين لعيبة خبرات يعني لو مسكنة مثلا الديفنسي مثلا عندك احمد فتحي وعندك علي جبره وفي احمد سامي عندك نص الملعب عبدالله سعيد طبعا لعيب كويس والناس طبعا يعني عارفة كده كويس بيقدر يتحكم في رتم الاداء بتاع اي فرقة لما بيبقى موجود عندهم لما بيبقى فايق كمان لما بيبقى فايق بيقدر يتحكم من النادي الاهلي لانه هي عارفة ان المباراة دي هي مباراة الموسم بالنسبة لها لا ومتشافة وعليها على عين والصحافة والتخطية وناس بتقيم وناس بتسوق لنفسها وناس كذا وكذا عندك في نص الملعب زي ما قلنا دونجا عبدالله السعيد ابراهيم عادل من اللعيبة الوعدة جدا اللي برضو من ضمن الناس اللي ممكن كيروش يفكر فيها في المرحلة المبارتين السنغال عندك وادي الرسل الحربة تراوري يعني فيه اسماء كبيرة وكتيرة وعندهم دكة كمان قوية في المقابل بقى النادي الاهلي ده النادي الاهلي بطولة المحببة بطولة الدوري اللي دايما على طول طبعا بيحرز البطولة عنده هدف انه هيستمر على الصدارة لانه بتديه بتديله اريحية كمان مع مشوار افريقي اللي جاي مايبقاش بيلعب هو تحت ضغط على طول يقدر يريح ناس يعني ترمى برضو جات سيرة افريقية هل كابتن ايهاب جلال وكابتن موسيماني يعني وبيتسو موسيماني هما الاتنين يعني ممكن يلجأوا ان هما يريحوا عناصر معينة عندهم عشان مشاركتهم الافريقية القادمة يعني مثلا هل موسيماني ممكن يريح عناصر معينة من العيدة النادي الاهلي النهاردة عشان يبو اكثر يعني تأهيلا للقاء سانداونس بص هو دي النقطة بقى اللي لازم نتكلم فيها ودي ترجع لمدرسة المدرب نفسه انت عندك مباراة قوية جدا مع سانداونس برا محتاجة لعيبة مرتاحة قبل ما تبقى لان كل لعبة النادي الاهلي لعيبة كبيرة وعندها خبرات ومستوات عالية بس مين اللي يبقى بقى مريح لان برضو ضغط مباراة خلال الفترة اللي جاية وزي ما قلنا النهاردة هيلعبوا مباراة قوية جدا ويسافروا على طول عشان يروحوا مشوار كبير لسانداونس فهل هو هيريح بعض الناس عشان المباراة بتاعت سانداونس ولا هيلعب بالفول تيم النهاردة لانه برضو ما هقصديه بطولة ودي بطولة والاتنين اكبر من بعض لو حضرتك كنت مكان وكنت هتتصرف ازاي انا 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 في رأيي هلعب بكل قوتي النهاردة وهلعب بكل قوتي الفترة اللي هي المباراة سانداونس والاتنين بقى بيرجع بقى لشطارة الاجهزة اللي هي الطبية فيها موضوع الاستشفى واقدر على حسب نتيجة برضو اللقاء يعني انا ابتدي بقوتي وعلى حسب نتيجة اللقاء ممكن ابتدي رايح العناصر الليها ان شاء الله هتلعب مع سانداونس بس على حسب برضو وضع المباراة والنتيجة ممكن ربنا يكرمك فاول ربع ساعة تلت ساعة زي الماتش اللي فات جونين بتقدر ان انت تدي فرص بقى اللعيبة وتريح لعيبة وكده انما في البداية لازم ألعب فول تيم لان بلعب منافس قوي زي بقولك مش مباراة عادية في الدوري صحية زي المباراة التانية بتاعة بونت بس المباراة جاية بتوقيت صعب وانت عايز تمشي كويس في البطولة دي وتمشي كويس في البطولة دي فلازم تزبط الفرقة كبداية وان شاء الله على حسب بقى ظروف الماتش تقدر تعمل تباديل وتوافق يعني سؤال بقى بره خالص الاطار ده حاجة بره بره الموضوع دي حداك وانت بتتفرج على مباراة الدوري بتستمتع بيها بنفس قدر استمتاعك بمتابعة المباراة اللي كنت شخصيا انت بتشارك فيها في وقتها يعني هال الدوري زمان كان مختلف عن دلوقتي اقولك يا كريم الدوري مختلف تماما عن زمان زمان كانت الفنيات عالية قوي بالرغم ان اللعيبة اللي بتاعها دلوقتي بينتقدونا بقولك انت الرتم كان هادي وبتلعبوا على الواقف وحاجات كده لا كان فيه لعيبة كتير جدا جدا عندها فنيات عالية بس الوقت ده كان كده عارف اللبيض وسود والالوان الوقت ده كان كده لان برضو ليه ما تقرنش اسلوب التدريب بتاعنا مثلا في السبعينات والثمانينات زي اسلوب التدريب دلوقتي الاجهزة الجديدة اللي طلعت احنا كنا الجيم بتاعنا عبارة عن حتة حديدة كده ويعني هما جهازين بس انت فاهمت ازاي دلوقتي لكل عضلة في اللعيب العيب اكتر من جهاز انت فاهمت ازاي الاكتر من كده كمان الاستشفى الاستشفى ما كانش احنا بالنسبة لنا احنا اقولك ده رايح في البيت ما كانش فيه دلوقتي التلج والماء السخنة والمش عارف ايه مع بعضها انها تعمل كذا ومع هذا برغم الامكاريات اللي كانت ده انا عايز اكمل لك تاني اقولك الفروقات كلها انت بتتكلم على ملاعب غير الملعب عنصر اساسي في الاداء اه اكيد اكيد فانت بتكلم على ملاعب يعني احنا استاد القهارة اللي كان شوية انما بقيت الملاعب زي مثلا تروح السويس تروح مش عارف فين فين ملاعب صعبة جدا فبتأثر على الاداء والاصابات احنا قبل كده برضه او في الوقت بتاعنا اللي كان بيتصاب كان ممكن يبطل يعني الروباط الصليبي ده وقتها نهاية مسيرة كان بيبطل لعيبة دلوقتي الدكاترة بتتبارى مين يرجع اصرع يرجع اللعيب بتاعه اسرع الملعب اسلوب التغذية حتى كمان اختلف وقتنا كان الرز والمكارونة ممنوع والحاجات دي دلوقتي الرز والمكارونة اساسي لان النشويات وبتدي الطاق يعني المفاهيم كلها اختلفت عايز اقول لك حزاء الكورة انت الحزاء بتاعنا ما كنا بنلعب بها كريم كنت لو قفت بيه بس شوية كده ما تحركتش تتعب تقييلي دلوقتي حاجة زي الريشة الكورة نفسها كورة اخافة من كورة بتاع بص لو عادت اعددت لك بقى الكلام ده كل حاجة صحيح كل حاجة كل زوايا كمان برضه خلي بالك الاهتمام الاهتمام بالتصوير التلفزيوني طبع طبع لا والتغطية الصحفية والسوشيال ميديا اللي استجددت وما فيش حاجة بسخبة انت كان ممكن تتفرج على ماتش ايامنا ما تعرفش مين اللي طلع الكورة ده ولا من التعليق بس وممكن لو بعض المعالقين كما المعالقين ما كانش عارفين اللي عايب وقول لك طلعها الدفاع دلوقتي فيش كلام ماتش ما هو مش شايف فهو فوق برضو انما دلوقتي لماتش على الهوى وبيتزع اكتر من مرة وبيتقطع في القنوات الفضائية المستجددات دي خلت المشاهدة اكتر امتاعا ولا مش شرط هي اكيد طبعا يعني التصوير وزي بقول لك الملاعب والحلاوة بتاع انا قاعد بستني حدك تخلص النقاط الكتير اللي انت بتصوهنه دي عشان اقول لك برغم كل ده كان برضو دوري زمان احاقول لك بحسبة بسيطة احنا لغاية النهاردة الناس الكبار فاكرين اللعيبة القديمة اقول لك كان فيه في النادي الاهلي كذا وفي الاسماعيل كذا وفي الاتحاد وفي المصري وفاكرين ما عيش الغد دلوقتي دلوقتي فيه ناس لعب 18 سنين ما حدش فاكرها اه لان الكرة تحولت من متعة وفن لقوة وسرعة واحتكاك وتاكلنج وتخبيض انت فاهم ازاي وبعدين المادة ما دخلت كنت لسه والله قد تعمل على طرف الزالي كنت لسه عايز اقولك والفلوس افسادت طبعا افسادت الكلام ده انت كنت وعالميا مش بس بحلية وبعدت مفاهيم كتيرة جدا كانت حلوة زي الانتماء والحب والحاجات دي بقت خلاص النهاردة انا تشيرت النادي الاهلي النهاردة ببقى تشيرت معرفش مين بكرا كذا فيه لعيبة في الدوري دلوقتي لعبت في ست سبع فرح انا زمان ما لعبت مثلا في روحت تلت شهور لإسماعيلي وبعد كده رجعت الاهلي تاني وبعد روحت المقولين كان حدس وقالك سندباد الدوري ومسندباد دلوقتي اللعيبة ما بتبقاش عارف وقالك كريم فوقت طب كريم هو دي هو السنة دي بيلعفين لا السنة دي بيلعفين هو كان في الجيش ده كده مش شغل محترفين ده كده شغل مرتزقة يعني انت مفيش ما بتقودش السنتين تلاتة حتى مع فرقتك تقدر تعمل حاجة عموما كالعادة بنسعد دايما موجودك في عانا كنت تحاشيش موضاي يعني الوقت لو كان أطول من كده كنا كمان عندنا أسئلة كتير ومالفقات أكتر منسحنا استمتعنا جدا كالعادة موجودك في عانا واشكرك جزيل الشكر لورتنا وشرفتنا وأكيد كل الشكر برضو يعني لحضراتكم وعلى حسن متابعاتكم لنا بحلقة النهاردة ان شاء الله بكرة يوم جديد وحلقة جديدة وعشة الصبح في الاهلي صباح الفل اشتركوا في القناة